موسيقى ازايكم صديقتي الجميلة الرائعة اللي احنا انا وهي صحاب مع ان في تفاوت كبير في عمرنا وفي مراحلنا الحياتية هي بقت جدة اه اه كلمتني وقالتلي حنان هو يعني ايه اكتئابنا بعد الولادة لان مرات ابني بعد ما ولدت بيقولوا ان هي عندها اكتئاب بعد الولادة وهي سيدة متعلمة ومش عايزة انها تظلم البنت او تحكم في حاجة هي مش فهناها فانا وعدتها ان انا هزجل لها الفيديو ده واستأذنتها ان انا اتكلم بس انا لما هتكلم عن اكتئاب بعد الولادة مش هتكلم عن اه اه عنه علميا لان انا مش طبيبة نفسية ولا متخصصة في هذا المجال خالص ولكن انا هتكلم عن تجربتي انا شخصيا زي اي ست الحمل كان فيه مشاكل وكان فيه لخبطة وضغط عالي وكل شوية ادخل لي المستشفى ويحجزوني عشان الضغط والحق يا جدع الضغط عالي يا جدع ونزل الضغط يا جدع والكلام ده كله انا دلوقتي بقوله بهزار لكن في الوقت دوة انا كنت مخدودة وخايفة ومش عارفة اتعامل مع الموضوع ورغم ان زوجي طبيب وطبيب نسى كمان ولكن برضو الموضوع كان صعب علي منذ قدم الخليقة الفتات بتحمل وتولد وعملية بنتعامل معيها على انها حاجة طبيعية وبتحصل كل يوم لكن لا هي حاجة عادية ولا عشان هي بتحصل لكل الستات وبتحصل كل يوم ده مش هيخلي تجربتي انا وتجربة كل ام تحس انها يونيك انها متفردة وانها حاجة حاجة مخصوصة لها هي وان المشاعر اللي هي حصتها ربما تكون لامهات التانية بتحس بيها والستات التانية بتحس بيها لكن محدش هيحس بيها بالضبط زي ما انا حصاها او زي ما اي سيدة معينة حصاها التجربة في حد ذاتها حاجة كبيرة قوي يعني حتى يقولك معجزة الخلق تبتكلمه في ايه دي حاجة حاجة رغيبة انا لما كنت بفكر ايه ده فيه كائن فيه كائن جوه بطني بينمو وبيكبر وبيتكون وطبعا في المدرسة درسنا المراحل النمو وبيتحول من حاجة عاملة زي البتاع بتاع الدفضاع ده كل الحيوانات بتبتدي بشكل واحد وبشكل معين ببتدوا يتطوروا ويعملوا بشكلوا ايه وانا فاكرة مرة في ابتدائي جابولنا كان عندنا كانوا بيجابولنا شرايط وافلام تسجيلية وافلام علمية نتفرج عليها حتى كانت زمان على بكرة كده وبتتلف ايه مش بتتلف باليد بس كان المدرس تاعنا بيحطها وبيلفها ويزبطها وانا نهاية تقطعها بتشتغل ويبروجيكت على الحيطة وشفنا الكاتكوت السغير وهو بيكبر والكلام ده كله الموضوع مش سهل مش سهل خالص وتأثيره كمان على السيدة انا افتكر انا هتكلم عن تجربتي انا كل يوم كنت بصحة باحساس مختلف مرة عايزة عايز مرة فرحانة مرة خايفة خايفة خوف مش عارفة ايه طبيعته مرة حاسة بتقول ما عرفش فين مرة روكب يبتوجعني مرة رجلية بنفخ مرة أصحى هموت من الجوع وعايز أكل اي حاجة وكل حاجة ومرة أبقى مش قادرة أكل اي حاجة وبرجع نفسيا وعصبيا وجسديا لخبيب في كل حاجة لخبطة في كل حاجة لما قرب معادي الولادة كنا عارفين ان في بعض المشاكل ممكن تحصل بنحاول نستعدلها نزبطها التعب بتاع الولادة مش ممكن اي رجل حيشعر به في مجموعة اسموهم تلاتة ولا أربعة أربع شباب بيحاولوا يجربوا حاجات كتير من ضمنها انهم راحوا وعملوا لهم سيميوليشن لألام الولادة عملوا لهم محاكاة لألام الولادة وصلوا نبضات معينة وأسلاك معينة في بطنهم ويدوهم حفزوا العضلات بدعايتهم منها تتقلص نفس التقلصات اللي بتحسها الأم في الولادة وما ادروش ما ادروش دقيقة والتانية وبقوا بيسرخوا بيعياته والشباب دول مع انهم عندهم صحة وقوة وسيكس باكس وكلام ده كلهم ما ادروش ما ادروش يتحملوا الألام الفضيعة اللي 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 الأم بتتحملها في مرحلة الولادة الأم بقى يعني أنا أنا فاكرة طبعا أنا قاعدت 12 يوم في المستشفى عشان مضاعفات ومشاكل وتحليل دم كل 6 ساعات وحاجات يعني مهم ان هي كمان كانت ظروف يعني كمان قاتت وذس ظروف مختلفة لكن ما بقللش من تجربة أي أم مهما كانت ولادتها سهلة اكتقب ما بعد الولادة لا يتعلق بان الولادة كانت صعبة او سهلة يعني فيه احيانا ده عامل بس الولادة حتى ولو سهلة برضو الأم ممكن تتعرض لي رجعت البيت ومعايا هذا الكائن اللي وزنه مجهاش 4 كيلو وحاجة كده اللي هو ملامح والكائن ده ضعيف جدا 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 وفي نفس الوقت عنده جبروت فضيع جدا جدا ضعيف له قادر يتحرك وله قادر يأكل نفسه وله قادر يعمل أي حاجة نفسه وفي نفس الوقت جبار حرمنا النوم وقلق مستمر يعني ايه ده ايه ده فيه ايه فيه ايه وانا دي تجربتي الاولانية ومش عارفة ومش فهمة ومهما قريت اه قريت وفكرة نفسي ان انا على استعداد للي هشوفه لكن لما اقرأ عن حاجة غير لما شوفها بنفسها يعني لما اقرأ عن النار غير لما حطت انا ايدي في النار التجربة مختلفة تماما القراية بتفتح مدركنا بتعلمنا حاجات لكن الواحد بقى يبقى في المعمع في نفسه ده شيء تاني خالص وحاجة تانية خالص بيعيط الواحد مش عارف هو بيعيط ليه لانه مفيش لغة مفيش كلام بيقوله ولو اني اتعلمت بعد سنين لغة بكاء الاطفال ولو عايزين انا ممكن اعمل فيديو عنه لانه يعني اعتقد انه حيفيد اهمهاد كتير اوي مش عارفة اتعامل مع هذا الكائن فده الاستراجل اللي بيني وبين الطفل الصغير ده اللي بيني وبين البيبي الصغير فيه كمان زوجي وعلاقتي بزوجي وكل زوج بيختلف عنه التاني فيه اللي بيدعم زوجته وفيه اللي بيعارف وفيه اللي بي واسمع حاجات تانية انه هو ارفان منها ومتدايق وحيطق ومش عارف ايه والكلام ده وبرضه مبلوموش لان الشخصية بتختلف من رجل لرجل من زوج لزوج مبلومش هنا انا مش بتكلم هنا عشان اقول مين صح ومين غلط وكمان فيه لير تانية ان مثلا والدتي معايا وممكن مثلا بنت تكون والدتها معايا وحمتها معايا وقريب تانية وصحاب وكل شخص من دول له توقعات له تجربته اللي بيتكلم بناء عليها الام والحمى لهم تجاربهم في الحمل والولادة اللي ممكن تكون مختلفة تماما عن تجربة البنت فبالتالي هم بيكلموها وبيقولولها حاجات هم شايفينها وعارفينها وفهمينها لكن هي لسه بتتعامل معايا فمش عارفة بتتعامل معايا قلة النوم مشكلة فضيعة جدا قلة الاهتمام قعد الوقت الواحد لابس ومتزبط ومتروق والكلام ده ولكن انا بشوف صور ليا في هذه المرحلة بحس بالقسى والحزن الشديد من المنظر نفسي قطع الصور دي وارميها واحرقها كمان لاني ببساطة في الفترة دي لا عندي وقت ولا عندي جهد ولا عندي حتى الرغبة ان انا اقوم اشوف نفسي وتزبط في نفس الوقت فيه ناس كانت بتيجي تزورني وناس بتيجي تباركلي واه حلو جزيل المشاعر دي وجميلة لكن ده كان بردن علي انا لان انا قعد عمال افكر انا حلبس ايه وحقدم لهم ايه وحتعامل معاهم ازاي وكانت بتبقى يعني بردن ادخل انا وهو في القوضة ومع ذلك عايزة اقوم وعايزة اخدم على الضيوف اللي جايين والكلام ده مع المشاكل بقى الصحية عب كبير جدا 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 مهات والحموات اللي مراتت ولادهم او 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 بناتهم بيشعروا بمشاعر معينة بيحسوا بشعور معين افهموه اسمعوه ما تحكموش على الام الصغيرة دي هل هي صح ولا هي غلط كل بني ادم له تجربته حاولوا تدوا الدعم اللي تقدروا تدوه ما تبقوش قضاء في المرحلة دي احنا مش محتاجين نبقى قضاء ونحكم ونقول دي بتتدلع اصلها ميسة بتمثل اصلها مش عارف ايه في ايه مش كلنا ولدنا والدتي نفسها قالت للدكتور بتاعي وهي كأنها بتزعع فيه بتقوله تولد قيصرية ازاي احنا كلنا بنولد طبيعي لدرجة ان هو تخض ومش عارف يتصرف معاها ازاي بيستي كل واحدة مختلفة عن التاني ممكن مثلا ام زوج تحس ان ابنها مثلا مهتمة اوي بمراته وبيدعمها وبيساعدها انا كان جوزي بياخد الولاد هو اللي بيشطفهم ويغيرهم الفامبرز لان انا كنت كل ما جاعمل الحكاية دي ارجع وحالتي تبقى حالة يمكن لو حد من برا شافه وهو بيعمل كده يقولك ايه ده ايه الراجل الضعيف ده اللي بخلي مراته ومش عارف ايه وهو بيعمل ايه انت قدمتي للمجتمع ده شاب جميل شاب حلو شاب رائع مهن مراته يعني ما هي ما هو لو اسعدها هي كمان هتسعده لو لو اديها كل ما عنده هي كمان هتديله كل ما عندها وما تقرنيش مثلا اصل اصل جوز بنتي ما بيعملش كده طب هي مل هي زنبها ايه ان بنتك عندها مشكلة نرجع تاني لموضوع اكتئاب ما بعد الولادة ده حقيقي وصحيح وعلماء النفس تكلموا عنه كتير وممكن ييجي لسيدات حتى ولو هي ولدت قبل كده بس ممكن تصاب بيه باي شكل او اخر لان له تريجرز مختلفة وتجربة كل واحدة مختلفة عن التانية انا دلوقتي بتكلم عن تجربتي وبتحك وبهزر الكائن ده ولا انا جاي بيه والكلام ده ولكن لكن في وقت المعمعة نفسها كانت حلسي صعبة جدا وكانت حلسي وحشة جدا الحاجة تانية كمان ان قدراتنا النفسية بتختلف فبالتالي في حد قدراته النفسية اعلى فيقدر يتحمل مجهود معين عبء نفسي معين لكن في حد قدراته النفسية اقل شوية فيبقى مش قادر على هذا العب فكل اللي احنا نعمله ان احنا نساعد بعض وان احنا نطبطب على بعض وان احنا نحن على بعض الام الصغيرة دي اللي جاي بابنها معاها يعني رحمة تنبيها وشفقة تنبيها نشوف ايه اللي ممكن نعمله ونساعدها لو جوزها مش فاهم مش واخد باله امها ما تتخنقش معاه لكن تاخده كده على الهادي وتشرح له ابوها يتكلم معاه ويشرح له ويكلمه ويفهمه الازواج الجدد كمان بيتفوته في قدراتهم على التعامل مع وجود اطفال في حياتهم واستعدادهم من نفسي واستعدادهم من معنوي لمساندة الاطفال اممكن يكون ودري وش ولذيذ وجميل قبل الجواز وبيحب يلعب مع الولاد الصغيرين لما الولد الصغير يبقى نظيف وحلو ولا عايز يأكل ولا عايز يعمل اي حاجة لكن لو شاف الطفل دو في ظروف تانية حيتعامل معاه بشكل تاني دي تجربتي في اكتئاب ما بعد الولادة الحمد لله عدة الفترات دي على خير التجربة التانية بتاعتي ما كانتش صعبة وكانت سهلة الحمد لله الكلمة الاخيرة ان خلينا نكون شفقانين على بعض اشوفكم الحلقة الجاية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر